السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإخوان جميعا نحياكم والله مرحبا بكم معنا في هذا الموضوع الجديد والحلقة الجديدة اللي سوف نتكلم عن الفصاد يعني الفرصادة كما تشاهدوا خدمناها بهذا القرانيت كريم جوليا كانت الكثير من الأنواع القرانيت اللي تخدم بهم لفصاد ومنهم هذا كريم جوليا وكذلك نور أبسولي بالنسبة للفصاد اللي سوف يخدم بالنور غير نور أبسولي لنور غالكسي ونور لابرادور يبقى غالب كثيرا يعني تحت الوحل الجمالية تبارك الله كما تشاهدوا يعني يجي مزيان تفل الخدمة وتفل الدكور يجي مزيان ويجي فتوح وهذه النوعية يعني متناسبة بزاف مع الغبراء مع اللون الطراب مثلا يعني مع مرة كتتوسخ نهائيا كتبقى غير طريقة كما تشاهدوا هنا خدمنا بهذه الباندة الخمسة درناها على شكل كتدخل دخلناها هنا بسانتين كله يدخلها بخمسة الميليم والروتور ديالها في جناب درنا لهم كله يقول له المولور المولور هل ستخدم مع القلاطة ولكن هذا يتخدم بون بي يعني يطلق عليه الاسم الفينيسيون بون بي وليب إشارة للإخوان الباب رقم شوه تيبان صغير نسبياً يعني اللي شاهدته فتحناها مشوية بش يبلينا الباب كبير وواسع كما كنتشاهدوا تدرجة تحتانية يعني كبرناها واحد شوية بش ميباش للباب مقموع يعني تفشوفه تيبان مزيان ومن الفوق اللي ضربنا لهم هذك المولور اللي قلت لكم يعني هو المولور اللي يطلق على الباندا اللي كوتكول الفوق اللي كيسدوا بها الرخام وهذا جوان كرو يعني درناها السمطة ديالنوار درناها جوان كرو مفى خمسة سانطين ودخلنا بها بواحد سانطين على الرخام اللي في الواجهة على الجرانيت اللي في الواجهة وتبارك الله أعطى واحد الجمالية والروتور ديما بتنخرجوه بواحد جوز سانطين على البومبي تيخرج جوز سانطين باش يبان يعني خارج على الجرانيت اللي يمبوزي باش يعطي واحد الجمالية واحد ديكور بالنسبة لها تدخوها هذه الإخوان هذه ديال ديال القفل أنا من بعد غتشوفها إن شاء الله كيفاش ديرها تقبلنا لها بالفورو ديال خمسة سانطين باش نفيكسيوها ونسوديوها من التحت باش يهبط عليها يهبط عليها الريدو تحت وتفيكسا وللإشارة الإخوان بنسبة لها السايو له الدرجة هذه ردرناها طرف واحد يعني تقريبا كنا ثلاثة مترو وثلاثة ثلاثة مترو وثلاثة ثلاثة مترو وثلاثة مترو وثلاثة يعني حاولنا أن نديروها طرف واحد باش ميكونش عدنا جوان لو سراكت بان طرف واحد الطرف واحد تيجي مزيان لاحظتها الإخوان يعني بحل بره بحل داخل يعني في العبار يعني خيط عبار واحد وتطريقة دي الله بوستفالك الله طريقة احترافية وطريقة مزيانة وتتخدمه بالركاب يعني اللي كارت ان اخدوه مية في المية يعني في في الخدمة دي الله حانت لا باز هو 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 العبارات يعني لكان عندك العبارات ناضين ارى تتكون الخدمة عندكم ناضية وتتكون اه تكون كل شي مزيان كما كتشاهدوا بالنسبة لها السارية هذه يعني درنا لها القرانيت من الداخل وعلى بره ومن الداخل هنا ممكنش نديره البومبي ولا الراوند الروتور درنا هنا جوانكرو ولا الفيورة هنا جوانكرو دي السانطين يعني هات سانطين مع طعم زيان من الداخل ودرناها كذلك من بره يعني من الجهة الاخرى واحد شوية غن نشيره لها ان شاء الله يعني على بره تاني درنا جوانكرو باش يبان اعطي واحد لمنظر مزيان اياها دي اياها دي كما قلت لكم يعني عدنا من الداخل من اللي هي في في المغازل الداخل وعدنا على على بره الجناب يعني وبالنسبة الروتورات دي الجناب دي الريدوات درنا ليهم البومبي ميمكنش هات القون تاون دروا لي البومبي حتى ما غير يعطيناش مزيان وغتجي خارج بواحد جوان سانطين ما غتعطيش دي كور وبالنسبة لهات سماطي الكحلين دي النوارة بصورية ركشتهم جايين تقريبا باراليل يعني متوازي مع بعضهم وخدمنا البيات التحتانية درنا في 98 الفوقانية درنا 98 وليبقى يعني الفوق راتن بازيو على حساب لعلو دي القارش يعني قدرنا نخدمه ب 98 نخدمه بميترو واحد جهة فيها مترو سبعة هادوما البياسة اللي قدت لكم غنسوديهم من التحت غنحفروا ليهم من التحت وغايت تسودها وغايت تفكسيهم زيان باش يعني يتسد القارش غاديك البياسة الصفراء ركتجي فوق يعني كتقى على بره يعني تلك الطريقة دي لا دي يال التقيب مزيانة هذا الجوب تبارك الله فيه اه في دياما ولا اذج الدرنا يعني سهل في التقيب دياله رجاء عاطي واحد المنظر ووحد واحد وحد ديكور يعني مجاش غير مهرس مثلا ولا بين مشنتف وبالنسبة لاندول اخوان تورة خرجنا بحدى سانتيم وحطنا علي البياسات اللي في الواجهة هذه ال 50 سن و تلك الطريقة دي اللاببوز كما كتشاهدوا هنا يضربنا الكوتيس في الظهر الغرانيت وفيكسيناها بطروفة الزليج يعني زجيناها بصنطفير مزيان وإذا اضطرت القادية يعني اضطرنا في الخدمة باش نفيكسيه مزيان راح نضربه تفليب بي سور الغرانيت يعني الحساب البلاكيلا كانو كبار ما كان نعتمده شعير الغرانيت وإنما تنضربه تفليب بي سور دياله في الجيم دياله باش كيبقى فيكسينا البلاكا مع مراكا تبط نهائيا ومراكا تنزل عادة العمارة بالنسبة للعمارة الإخوان يعني تنضربوا البانو مثلا هذي ديال 98 تنفيكسيهم زيان تنعمروا النص دياله وتلعشية مني نبغي نمشيو كنعاودون نعمروا النص دياله وتاني مازان ولكن نبقوا خدامين حتى العشية تنعمروا النص الغدلي مني كنجوه في الصباح كنكملوا العمارة دياله تنضربوا هاد الجوانكرو هاد البانضة ديال 5 سنطيم تيجو داخلين شوية تنفيكسيهم عادة من بعد تنحطوا البياسات للفوق يعني بحالة قلتي الدور التاني وتنحطه وتاوى ومنين نبغي نمشيو باش نخدمه الغدلي تنحاولوا اننا نعمروا النص العمارة دياله باش الغدلي نجيو هذي النص العمارة اللي قوها يعني كارم ويابس وشد لنا غرانيت مزيان عادة من بعد تنعمروا نص اللول في النص نهر اللول تنعمروا النص التاني وكننكملوا الخدمة ديالنا وتبارك الله خدمة اعطاعت واحد المنظر بعدها مزيان والخدمة كانت متقونة تبارك الله وليس الامر الجميع ولكننا نتكلمش تتساؤلات الاخوان نحن نرى الاشارة القناة ديالنا نتمنى إن شاء الله نجعلوا منها قناة هادفة كما كنت شاهدوا هذه ببياسة واحدة محاولناش اننا نقسموها لجوش بالنسبة لها ديال القراجات التحت كانت خمسة القراجات ديال المجازات ببياسة هادو درناها مطرف واحد باش انهم يعطيوا هاداك المنظر ولا هاداك الذكور هنا كما كنت شاهدوا الطريقة ديال السدان غير للإشارة وصافي هادي بعيدة على الخدمة ديالنا ديال الخام ولا ديال القرانيت وإنما كإشارة هاداك تفكسة من تحت غد سودة من التحت مزيين من التحت وغيرت تضرب لها laffyr يعني غندير ولات أم البيط هي كاياس والسيمة والسيمة زعمة مزيين وكتفكسي ببياسة من كتفكس ببياسة قد له جوز القفل ذيالنا صافي قد ست ما العلم ان هاداك السيدة المجازة يعني هذي دارها غير بحالة قلتي بحالة بروفيزوار غير دارها بروفيزوار وكا اضافة باش يقدبها المحال وصافي ما هو اصلا اعتمد على على الساروة ديال الضو يعني اعتمد على الساروة ديال الضو اه في جهة واحدة وجهات الاخرين اراد لهم لانقاسات من الداخل باش يقول لي وطلعوا تهم مردوات يطلعوا بالضو غير هذا كاشارة كان موجودين عندهم يعني موجودين ما بغيش يضيعهم واكتافة بانهم يدوزهم ويشدوا الاماكين ديالهم باش يعدي واحد ديكور وواحد المنظر هذا هو الفورو اللي اتخابنا بالاخوان ديال خمسات سنطيم يعني كتتقبيه كتتسقه في لامون كتتقبيه وما كيش انتف لقرانيت لولو وللاشارة الاخوان هذي الفورو هذا اللي كيكون فيه الباسطي سفر رخاص بالرخام ولي كيكون فيه الباسطي بيد رخاص بالقرانيت يعني هذي تقابيه تبارك الله خيادين الفلايز ديالهم وطريقة ديال ديال اخذ المقاسات يعني مزيانة تبارك الله كي ما كتشاهدوا الواجهة ديال لفصاد يعني عندها واجهتين يعني لفصاد عندها واجهتين تبارك الله وطريقة ديال النوار كيفاش موضوع يعني موضوع ضير محزم بالفرصادة كاملة وكي بنو باراليل مع بعضياتهم اه غنزيد واحد اضافة كي ما كتشاهدوا هنا ايه هنبغن نقطع واحد بياسة صغيرة ديال بورت فيزيت ديال واحد الكيلو ديال واحد اه واحد الجيهة هيكون عندنا فيها ايه كين هات القاعدة وسادة ديال الماء غيهبط معها الماء وخفناه ان شاء الله من بعد يعني خفناه لو وقال لنا شي مشكلة تما من الاحسن ما لاعودوش نحايدو هال قرانين نزولوهم يعني تكون واحد بورت فيزيت تما اه اه يعني باش نصلحو بها الى خسر القادوس متعلان ولو حل فيش حاجة ما يعني دلنا ذا الكيلو ديال وقال دينا هاد البياسة هادي وخلينا فيها واحد خمسة الميليم ولسة الميليم تقريبا على برة كما كتشاهدوها هادي غتلسق بالعيار كيتدارو حجوج عيارات الداخل كيبقوا فيكسين في هاداك البانور دخلاني وكنديروش بياسات على هاد البياسة برا وماني كان نقربو هالجرانيت كتنسق الراسع وماني غان نعاودو نحايدوها نزولوها مازال يعني تنقعدوها غير واحد شوية هكذا غير كنجروها صافي كيتحايد ثمرة غيجي بلوم بغيقات القادوس ديالو غي اعدل هاد البياسة هادي ديال كيلوت يعني غتكون داخل غيقرات شوية غتكون داخل الداخل وهاد البياسة هادي كاضافة باش ما نعاودوش ان شاء الله من بعد الوقع علينا شو مشكين ولا هم حيدي القرانيت ولا مهرسينو بالله احسن تكون هاداك بورت فيزيت باش ننسرحو به هاداك العوجية ولا كان شي حاجة واحلة في هاداك البلاسة هادي سبارك الله على الاخوان جميعان ونتمنوا ان شاء الله اعجبكم هالفيديو هادا ونتمنوا ان شاء الله اللي عندو شي سؤال ولا شي السفسار ولا اي سؤال كيتعلق بالرخام ولا القرانيت ولا الترافيرتان ولا البيير لونيك سلاقات اي حاجة مرحبا بالاخوان تلطريقة ديال الابوز مرحبا احنا نرى الاشارة والمقر ديال نرى في الضار بيضة تنخدمه في الضار بيضة وتنخدمه نواحي ديال الضار بيضة اه اللي خصته شي حاجة مرحبا ما نبخلوش لكم المعلومات لعدنا وتحية للجميع